اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في معلومة جديدة تمام اخوان عشان ما نتغلب كثير تمام يعني اللي ظل يحكي لي او يتحذر انا وين وين بصور تمام الفكرة مش تصوير او الموقع اللي انا موجود فيه تمام الفكرة هي فكرة الاشارة والدرس اللي بنعطيه على الاشارة تمام وكيف احنا بنحدد ماشي وشو الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها يعني احنا بنقولكو الطريقة اللي بنشتغل فيها ماشي الشغل مش لهو انا سوبرمان ولا اي حدا سوبرمان ماشي بنقولكو الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها وكيف بنقدر اننا نعرف وين في علامات وين في اشارات تمام طريقة بسيطة جدا وما فيها تعقيد وما فيها هالشغل هات ماشي واحنا بدنا يكونتوا بالاخرين تتعلموا وصيروا تعرفوا تحللوا إشاراتكم لحالكم بدون وجود خبرة تمام يعني الفكرة الفكرة أنه ما يكونش فيه خبرة اوكي اوكي يعني تعتمدوا على نفسكم هاي اللي احنا هدف هدف القناة وهدف الحلقات اللي احنا بنزلها لا هي احنا بنتحدى حدا ولا بنحكي عن حدا ولا بننطرق لمواضيع حدا ماشي هي الفكرة بس دروس تعليمية على الاشارة ماشي اللي بحب يستفيد منها حيا الله لما بحب يستفيد منها برضو حيا الله تمام الفكرة الثانية يا اخوان اللي هي اللايكات اللايكات ما بتلم مصاري اخوان مش المصاري اللي بتلم مش اللايكات اللي بتلم المصاري في شغلات ثانية على اليوتيوب اللي عندهم قنوات بيعرفوا اللي انا قعد بحكيه في شغلات ثانية على اليوتيوب هي اللي بتجيب المصاري مش اللايكات اللايكات عشان يوسع انتشار الفيديو عشان تزيد عدد مشاهداته عشان الناس تستفيد تمام لا هو عشاني ولا عشان فلان ولا عشان علان ولا عشان اي حدا كويس عشان انتشار الفيديو فقط لا غير طيب اليوم نحكي سخوان عن الصفيات ماشي موضوع بسيط جدا وحلقة بسيطة راح تكون راح نحكي عن الصفيات طبعا الموقع اللي أنا فيه هو في أبو نصير عشان ما حدا يتغلب وهي حمودة المغامر والصوص تمام صوص هاي المغامر الجديد تمام طلعت انا وحمودة والصوص اليوم عشان نعمل مغامرة كويس انا ماخذ الموضوع بشكل عائلي يا اخوان يعني مش هاليش العظيم طيب موضوعنا اليوم عن الصفيات والاشارات اللي بنكون موجودة على الصفيات وايش يعني صفاه او صفي زي ما صاحبنا قلنا صفي او صفاه الصفاه هي عبارة عن صخرة كاملة من بداية لنهاية تمام يعني على سبيل المثال المكان اللي أنا فيه تحديد صفاه واحدة صفاه واحدة من النقطة هاي اللي هون بتظلها منتشرة ماشي تمام لحد ما توصل للنقطة اللي تحت صفاه واحدة ماشي لان صفاه واحدة يعني فراغات تسعة وتسعين بالمية من الصفيات اللي موجودة هي تحتها فراغ فراغ طبيعي مش فراغ مصنع تمام تسعة وتسعين بالمية من الصفيات اللي موجودة يعني كل صفاه خلينا نعتبر تقريبا هيك من احكي تسعة وتسعين بالمية يعني كل صفاه تحتها فراغ كل صفاه تحتها فراغ بغض النظر وجود إشارات أو عدم وجود إشارات وجود حضارة أو عدم وجود حضارة كل صفاه تحتها فراغ تمام الآن الرومان استفادوا من الصفيات واستفادوا من المنطق اللي احنا منحكي فيه أو الفكرة اللي احنا قاعدين منحكي فيها استفادوا منها عن طريق انهم يعملوا المدافن ويعملوا المقابر تبعتهم تحت الصفايات بالذات تحت الصفايات تمام احنا بنحكي عن الحضارة الرومانية اليهود لا اليهود كانوا يستخدموا الحفر وهم يعملوا الحفرة او الفراغ او الغرفة او المدفن تمام لكن الرومان استفادوا من الفراغات اللي تحت الصفاة سيجيك واحد بيقولك انت بتحكي كثير عشان توصلك المعلومة لانا بحكي كثير عشان انت توصلك المعلومة تمام الآن استفادوا منها ياخوان لانه مجرد ما نزلوا تحت الصفاة هو فتح محهم فراغ يعني اشتغلوا مجرد ما نزلوا تحت الصفاة هو فتح محهم فراغ استفادوا من هذا الفراغ وسووا منه المقبرة تبعتهم او المدفن او الشغل اللي انتوا بتشوفوه اللي هو المغر والقصص هاي يعني هم استفادوا من الفراغ الطبيعي عشان يشتغلوا هذا الشغل تمام خليكم تمام فوصلنا للمعلومة يا أخوان أنه الفراغات كيف كانت موجودة أو شو الطريقة اللي سووا فيها المقابر والآخر طيب الآن لو جينا تفرجنا على صفاه خصوصا في المناطق اللي كانت عمرانة في الحضارات يعني حضارة رومانية كانت عندنا هنا حضارة رومانية من بداية الوثنية تمام للحضارة الرومانية الحديثة للحضارة البيزنطية تتابع في الحضارات الآن كل حضارة أجت وضعت على الصخور هاي إشارات كل حضارة أجت وضعت على الصخور إشارات وضعت علامات ورموز دالة على وجودهم دالة على وجودهم دالة على مقابرهم دالة على مثل الصاينات اللي احنا بيشوفها في الشارع شارع فلان فلاني بيجي من جهة اليمين شارع فلان كذا إذن عملوا صاينات وعملوا رموز تدل على وجود حضارتهم ثبتوا الحضارة بالرموز ثبتوا الحضارة بالرموز اليوم احنا بنحكي في منطق الحضارات في منطق احنا بنحكي بس عن صفاق هذه هاي المعلومات المحن نعطيه بس عشان الصفاق اللي احنا واقفين عليها تمام ثبتوا الرموز هاي وثبتوا العلمات هاي دلالة على الوجود دلالة على الحياة تمام لا هي دلالة على زي راس قرد مثلا أو راس الثور أو الآخر هي دلالة على كنوز ولا ما في من ولا دلالة على تواجد في منطقة تمام مثل العلام علموا المنطقة هاي بالإشارات والرموز تبعتهم تناقلت الأجيال الأجيال تناقلت الحضارات هاي أو تناقلت المناطق هاي اللي احنا فيها وضعوا رموزهم وضعوا إشاراتهم تمام على سبيل المثال الرمز هذا اللي موجود عندنا هنا جرن ماشي وضعوا مثلا واحد بيزنطي لكن لو أجينا على تشكيل المغارة هون راح يكون مثلا روماني واضع الإشارة لو أجينا على الصحن اللي موجود هون تمام إشارة الصحن وضعها مثلا على سبيل المثال وثني روماني وثني بنحكي على 2700 سنة تمام أو أكثر 3000 سنة ماشي إذن على صفاة واحدة راح تلاقي ثلاث حضارات على صفاة واحدة إشارات تتميز بتفصيل الحضارات إشارات تتميز بتفصيل الحضارات فصلوا حضاراتهم حكونا قصصهم بالسينات اللي حاطينها بالإشارات اللي حاطينها مش إنه فقط أنا مجرد إنه بتطلع على صخرة شفت جرن هو كنوز مش مجرد إنه أنا شفت سيال مدفن مش مجرد كذا لا يا أخوان لا يا أخوان ماشي إحنا ليش بنيجي بنحكي تحليل الإشارة تحليل الإشارة يعني هاي الإشارات اللي موجودة في المنطقة هاي كلها تمام ولا واحدة منهم حقيقية مجرد رموز فقط لا غير ولا واحدة منهم حقيقية لكن لو أجينا على هاي فقط لا غير هاي حقيقية طب كيف يا حراني انت بتعرف إنه هاي حقيقية وهذهك وهمية شو علي أساس انت بتيجي بتحكي إنه هذيك وهمية وهذهك حقيقية تمام تمام يعني أجيت حراني بتقولنا هاي حقيقية وهي وهمية علي أساس تمام إذا أجينا اطلعنا في هاي الإشارات اطلعنا عليها تمام إذا إذا ثلاثة وقفوا على الإشارة ثلاث وقفوا على الإشارة واحد قال إنها مش إشارة فهي وهمية لكن لو أجينا على هذا الجرن هذا جرن هاي تمام لو أجينا على هذا الجرن عشرة رح يقولوا هذا جرن إذن هي إشارة حقيقية ماشي يعني على سبيل المثال واحد يجيب ويقول لك في عندي جمل بارك ماشي أو جمل جالس أو إلى آخره طيب لو جبنا أربعة وقفناهم قدام الجمل البارك تمام واحد منهم فقط لا غير قال هذا مش جمل يا أخوان فسقطت الإشارة تمام الإشارة يا أخوان لازم تكون صحيحة لازم تكون شغلها مصبوط 100% عشان نقول إنها حقيقية لكن لما تتطلع على إشارة زي هاي هاي إشارة وهمية لكن موجودة على الصخر موجودة إحنا بنحكي بس على المكان هذا بس فقط لا غير تمام بس بنحكي على المكان هذا لكن لو تحركنا شوي راح نشوف شغلات لسه أعظم يعني فيه شغلات لسه أعظم مثلا تحدب في الصخرة هل يدول على وجود ران ممكن إنه يكون ران تحدب موجود في الصخرة معقول يكون قبر صخري ممكن يكون قبر صخري تمام خلينا أورجيكم شغلين لو طلعنا على التحدب من هاي الجهة تمام هاي لو طلعنا على التحدب من هاي الجهة هاي هذا التحدب هذا ممكن يكون قبر صخري نيجي بنقول هذا قبر صخري الآن ليش باجي أنا مثلا بقول احتمال إنه يكون قبر صخري لأنه لو أنا أجيده وأجمعي ثلاثة راح يقولهم واحد منهم راح يجي يقولك هذا مش قبر صخري تمام انتهت الاشارة ضاعت الاشارة اليوم اخوان عشان تشتغلوا بالطريقة الصحيحة بالاشارات تمام كثير كثير في اشارات كثير عشان تشتغلوا بالطريقة الصحيحة خذوا الاشارات الحقيقية ابعدوا عن الاشارات الوهمية الاشارات الوهمية وضعت رموز لحضارات رموز فقط صينات اثبات انه وجود حضارة احنا بنجي على الموقع بنعرف انه هنا كان فيه رومان بنعرف أنه هنا كان في بيزنطيين حسب الإشارة الموجودة طيب لو جينا وقلنا جورن لو جينا وقلنا رجورن استخدموا الحضارات من قبل عشر تلاف سنة استخدموا الجورن تناقلت تناقلت الحضارات مفهوم الجورن ماشي دلالة على القبر تناقلت الحضارات ما من يجي من قول هاي حضارة كذا لكن لو جينا وقلنا راس قرد ماشي راس القرد يهودي لو جينا وقلنا السمكة السمكة بيزنطي على سبيل المثال أو روماني حديث لو جينا وقلنا عقرب رح نجي نقول يهودي لو جينا وقلنا جورن مربع هنا وقفنا ما منقدر نكمل ليش ما منقدر نكمل لأنه جورن مربع اشتغلوا في كل الحضارات تمام جورن الدائري جورن التثبيت اشتغلوا في الحضارات تمام رجيكم هس على الصفاء جورن تثبيت لكن تثبيت لإيش تمام هذا الدرس فقط عشان نحكي على موضوع يعني خلينا نحكي الإشارات وإنه كيف أنت تعرف الإشارة بالطريقة الصحيحة يعني هاي صفا ماشي الآن هذا جرن تثبيت هذا جرن تثبيت جرن لا يتجاوز لا يتجاوز ثلاث سنطي هذا جرن تثبيت استخدموا الرومان استخدموا اليهود استخدموا البيزنطيين كل الحضرات استخدمتهم حتى الأتراك استخدموا جرن التثبيت إذن مفهوم الجرن يا أخوان مفهوم الجرن مش مفهوم قياس وله مفهوم خلينا نحكي دلالة اتجاه وله مفهوم المفهوم تبعه هو مجرد قبر هيك اللي نحكي عنه إنه قبر لأن هذا مفهوم تبعه من الخبراء اللي أجوا من تناقل الخبرة في هذا الموضوع أجوا قالوا هذا جرن تثبيت ليش قالوا جرن تثبيت لأنهم اشتغلوا على جرن هذا ونزدوا لقوه تحته لقوه الشغل تحته إذن ثبتوا المعلومة إنه جرن تثبيت إشارة اللجف إشارة اللجف تمام لجف خارجي لجف داخلي ثبتوا المعلومة تمام إشارة المغارة ثبتوا المعلومة إشارة المغارة والدلالع إيش جو المغارة ثبتوا المعلومة تمام مثل هسا مثلا نجي نحكي جرن خلينا نحكي جرن مغارة داخله ثلاث جرن إذن في عندي مقبرة أو مغارة داخلها ثلاث قبور تمام إحنا ما بنحكي ليش إنهم بمتناقلوا الكلام هذا لا إحنا بنحكي إنه المعلومة وصلت للخبراء وصلوها لمتابعينهم وصلوها للأمور هاي تمام إشارة اللجف وصلنا معلومة إشارة اللجرن وصلنا معلومة إذن إخوان الإشارات هي عبارة عن رموز لحضارات فقط لا غير تمام مش كل إشارة مغبرة ومش كل إشارة ذهب ومش كل إشارة سرديب ومش كل إشارة تخذ إشارة من صفاء قد هاي طلعوا قديش طلعوا قديش كبيرة إشارة واحدة فقط تمام بتغير معاكم الوضع كله شكل صخرة بتغير معاكم المفهوم تبع المكان الآن شكل صخرة تحدب كامل وجود جرنين بهذا المكان طلعوا هذا محل نفس محل الجرن اللي شفناه تمام تحدب كامل طلعوا كيف شكلها من فوق هاي هاي الرأس هاي الرأس الميت هون تمام هاي جسمه هون ثبت ثبت الآن بالجرن ثبت إنه هذا قبر صخري بالجرن اللي موجود عطاني جرن بهذا الاتجاه إذن فتحته من هذا المكان تمام وعطاني جرن ثاني وعطاني عليه البصمة تبعته بطه آه تبعته تبعته هون آه وين البصمة هاي البصمة شوفتو حتى يوسف عارش ويسوي هذا جرن بلاش طلع لكم منه إشي جوهاته اذا هذا اللي منحكي عنه أخذنا الشكل أخذنا الإشارة ثبتنا الإشارة ثبتنا المكان ثبتنا الشغل اشتغلناه خلاص انتهى انتهى ما في داعي إنك أنت تمر كل ما تمر من مكان تلاقي مغارة مفتوحة تقول والله الله رزقهم والله شكله محهم واحد بفهم لا يا صديقي أنت اللي افهم أنت اللي اشتغل تمام أنت اللي افهم الإشارة أنت اللي اشتغل عليها ما تجيب خبراء ما في دعي للخبرة انت رح تفهم الإشارة احنا دروس فقط لا غير واحنا في فترة زمنية ندخل على هذا الزمان في فترة زمنية في عمر محدد انتهى ماشي المعلومة اللي بنعطيها ممكن تكون خالدة ممكن انها تستمر في هذا الزمان تمام؟ اذا كانت المعلومة صحيحة ممكن انها تستمر في هذا الزمان فهذا الارث اللي احنا بنعطيكو اياه هذا هو الارث يخوان اللي احنا بنعطيكو اياه عشان الاستمرارية الاستمرارية لعلم معين علم موجود لكن خربطة كثير فيه كثير خربطة يخوان دخول روحانيين ودخول من عارف سياق مطعمة ودخول مش عارف ايش ودخول كثير طفيليين ماشي طفيليين على هذا العلم علم بسيط ما في تعقيد بنهائي لكن خرص شو بنا نسوي فاحنا ارث اشارة تردد سياخ تحليل اشارات هذا ارث من قدميكو اياه احنا فترة زمنية ومنروح تمام؟ على كل الاحوال انا كانت هاي الموضوع هذا بدي احكي فيه على اساس انه نحكي عن موضوع الصفاة والاشارات الموجودة على الصفايات صح يا يوسف؟ شو احكينا؟ فوق فوق هون؟ هاي ايش؟ اش هاي؟ شو هاي؟ رميتها؟ حجر موضوع هاي يوسف وقلكو هذا حجر لقاه هو بدي وارجيكو اياه هاي شفتوه؟ حمود يا حبيبنا يلا شكرا لكم للمتابعة وان شاء الله في حلقة جديدة في يوم جديد في معلومة جديدة ماسي ومنلتقي ومنكمل يا اخواتي شكرا لكم للمتابعة لا تنسونا من اللايكات وان مش مشترك في القناة نشترك في قناة فعلي الجرس شانشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاي شكرا لكم للمتابعة